أهلاً بيكم معنا من الفاصل وإحنا اللي ويتي بفكرات فكرة وصفات جدتي أهلاً بيكي من ضمن الأحمد مرسي ربنا يخليكي الحمد لله كويسة؟ الحمد لله حضرتك جداً؟ أه وعندك أحفاد قد إيه؟ إتنين عندي ياسين وهنا ربنا يخلهم لك يا رب مرسي ربنا يخليه النهاردة هتقدم لنا حضرتك ست مكتهدة جداً على فكرة وهي مكتهدة بقلع كده شوية وعمل يوتيوب شانيل وحاجات فقلت لازم تكون معايا بقى النهاردة مرسي ربنا يخليكي حاببتي حتقدمي النهاردة حاجة أكلة من الأكلات اللي حبيني عندكم في الليلة القديمة اللي هي؟ الكشك الكشك كشك ألماز أو كشك ألماز يعني بتقل كده أو بيتقل كده ده غير الكشك الصعيدي الكشك الصعيدي بيبقى حاجة تانية خالص حلو أنه مش راح ده لأن على فكرة فيه ناس متعافش في الكشك أصلاً لا لا فيه كشك الصعيدي وفيه كشك ألماز اللي هو ده ده بيبقى المكونات بتاعته شربة ولبن ودقيق ورز وبنحط له بصل نحمره بتحط جزء منه على الوش وجزء بتحط في قلبه وأنا بزود الفراخ يعني أنا بحط الفراخ في قلبه دي تاكة جديرة عشان تبقى وجبة متكاملة حلو قوي والتي لي كمان على حاجة وأحيان بعمله بالشوفان بلغي الرز والدقيق وبستخدم الشوفان مكانه ده حلو بيبقى صحي أكتر بيبقى أفضل كتير يعني هو حضرتك أصلا مسميه يوتيوب تشانل بتاعك حلو صحيتك صحيتك في مطبخك صحيتك في مطبخك في مطبخك مع مانال الصادق حلو قوي قوي جميل يعني حضرتك فهمها تنمية بندور على الحاجات زي ما انت بتعملي انت اللي علمتينا يعني حبيبة قلبي يعني انتو الخير والبركة بسي ربنا حضرتك أي حاجة أكلات المصرية الأصيلة المعرفينة حضرتك بتعمليها بشكل صحي على يوتيوب عندك بنحاول ان احنا نخليها ما فيهاش دهون ما فيهاش نشويات على قد ما نقدر حلو قوي قوي يعني انا بشجع كل ستة خلوة لما جدة كمان وتعمل من البيت وصفات حلوة وصحية جميلة قوي وأصيلة وده اللي مهم لأن ناس كتير ما بتحبش حاجات غريبة أو الحاجات اللي مش معروفة لا بتحبوا الحاجات الأصيلة اللي في كل بيت ومتعودين عليه احنا بنحاول لغير في شكلها شوية ونخليها صحية أكتر يعني صح يلا بينا نبتدي بقى ان شاء الله أول حاجة هناخد الشربة هنحطها على النار تمام التواصة التانية محتاجة أولى عليك عليها اه لو سمحت بتبقى شربة فراخ اه شربة فراخ أو شربة بط يعني هو بيحب شربة دسمة شوية تمام وهنحط الرز عشان يستوي وهنسيبه يستوي بعد كده الفراخ بقى هنبدأ ان احنا نحمر نشوحها طيب البصل بتخليه زي مقرمش كده البصل بنحط له شوية ملح وشوية دقيق فبيديله القرمشة دي تمام يعني ملح ودقيق الأول اه شوية ملح رشة خفيفة ملح ودقيق قبل ما نحطه يتحمر في الزيت تمام فده بيخليه بالشكل ده ويبقى مقرمش كده تمام حلوة وبعد كده بقى احنا هنمسك الفراخ متقطعها صغير هتتشوح لوحدها هتتشوح بملح وفلفل وقطعة الصغيرة زبدة بس تمام يلا بينا احنا معينا اهو في زيت وفي الزبدة اه من الوصفات فعلا الغنية لان فيها كل العناصر الأساسية تمام بيبقى طعمه حلو قبل يعني في ناس بها بتغمزوا بعيش بس انا شايفة ان هو دلوقتي ده بالرز فمش محتاج انه يتغمز بيش خاصة فيه فراخ فهو الطبق يعتبر وجبة متكاملة يعني مش محتاج اي حاجة نقدر ان احنا نستغل عن الحاجات التانية احكي لنا حضرتك اصلا بتشتغلي ايه او كنت بتشتغلي ايه لا الحقيقة انا مشتغلتش خالص انا ده رأس علم نفس بس ما اداب علم نفس بس ما اشتغلت ايش يعني اوكي بس اكيد ناس جديد وللأسف يعني انا كنت مفروض ادرس حاجة يعني مرتبطة بالاكل او بالديكوريشن او حاجات البيت او كده يعني بس يعني هي هواية دلوقتي هي هواية بس عددتك مكتهي ده اصلا بحاول يعني اه بتعري كتير وتثقافي نفسك بكل المجالات اللي تخص الطبخ دلوقتي بالزبط اه جميل جدا كده احنا هنحط الفراخ عليها الملح والفلفل بس انا مستنيها الزبدة عشان ما تخرجش المية بتاعتها هذيك عندك ولادك قد ايه بقى ولادة قد ايه ابني وبنتي بنتي متجوزة وابني لسه مش متجوز بس اتنين ربنا يخليهم لك بسي ربنا يخليك بيحبوا اكلك اكيد جدا اه طبعا وانا كمان بعملهم حاجات زي حاجات بره يعني لما بيحبوا حاجة بره انا بعملها في البيت بقى وبخليهم ما يكلوهاش بره يعني طبعا احسن والبيرجر والسوسيس والحاجات دي انا بعملها في البيت بردو اه ده ممتاز اه بتبقى انضف وبتبقى اقمن وبتبقى يعني طبعا بتبقى اعلى كتير من ان احنا نشتريها جاهزة من بره طبعا طبعا حلو بردو انك بتعملي الوصفات والولاد بيدقوها في البيت فبتبقى عارفة الوصفات اللي بتنزيلها عن يوتيوب بتبقى ايه يعني متنقية وعارفة فان مجربوها مش حاجة اه اه ودي انا بهمني قوي المصدقية في النزول الوصفات على يعني انا لما بقول وصفة ببقى لازم نجربها بنفسي اه لازم لكن وصفات ملاقية كتير على يوتيوب مثلا بتبقى مجرد وصفات وفيديوهات بس مش شرطي بقى وراها مصدقية اه اه فلازم تتجرب فعلا الاول ولازم تعجب اللي في البيت يعني بردو عشان تعجب الناس هنبدأ نحط الفراخ نشوحها انا كمان في القاهرة معروف عندنا اكتر الكشك ده مش معروف الكشك التاني اه احنا عندنا ده على طول ودايما بنعمله لما بيبقى عندنا شربة دسمة يعني بط اه مثلا فراخ بلدي الحاجات دي بتبقى حلوة اه بتبقى من الشربة بتاعته حلوة اه تكت الزبدة مع الفراخ اكيد هتدي طعم تاني لا لازم هجربه ده انا لازم هجربه انا بطراحة ما جربتش الكشك قبل كده بدي ايشو فان لا انا عمل كده بدي ايشو فان اه حلوة يعني احنا نلغي دي العادي والملح والرز وبقيت الوصفة الوصفة زي ما هي يعني مش هنلغيها اه سينا بزود عليها علبة زبادي ممكن اه بزود عليها علبة زبادي ممكن يتزود زبادي برضه هو على حسب اللي في البيت بيحبه ايه يعني فيه ناس عندهم حد ما يحبش الزبادي فيه كده يعني كل واحد على حسب اللي عنده انا بس مستنية مش راضي يقلبها عشان ما تخرجش الميا بتاعتها او العصارة بتاعتها فانا سايبها اه سايبها شوية بس عشان تبقى خيمتها الغذائية فيها ايه لان اول ما بتتقلب لو اه 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 اشوفه كمية لو تقلبت هتنزل مياه على طول هتنزل مياه اه 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 فانا بس يبها شوية لما بتفضل كده بتا يعني بتتشوح كويس يحكي لنا ابقى ابتدى معيكي ازاي موضوع الطبخ دوت او ايه هو انا والله بحبه طول عمري من وانا طفلة يعني يعني يمكن زمان اه لو تفتكني كان فيه مجلة سمعها حواء ايه كانت المجلة دي في اخر صفحتين فيها كان بيبقى فيها اكلات وصور الاكلات فطبعا انا كنت وانا طفلة كنت بجيبها واقرا فيها واشوفي الحاجات دي واحب قوي الصفحتين بتاول الاكلات دول اه بعد كده بقى يعني الباحث بيعمل في البيت وكده ومن قريب بقى يعني كان صاحبتي عندها خطوبة بنتها وهي يعني ما بتحبش الاكل تنهي تطبخ او تعمل حاجة فانا قلت لها انا ممكن اعملك يعني بدل ما تروحي تعملي بره بقدي كده انا اساعدك في ان انا اعملك يعني كده عملت لها صفرة بقى حلوة جدا الناس كلها اعجابت بيها والكل بدأ يقول لها دي صاحبتك دي مفروض يعني تعمل حاجة دي ما ينفعش كده وان شاء الله فجات الفكرة من هنا بقى وابني الحياشة تجعني قال لي انتي بتعملي اكل حلو كده طب ليه ما تفكريش انك تعملي قناة وكده صوريه على القناة وتنزليه على قناة يوتيوب بالزبط اه فبدأت اي حاجة بعملها في البيت بصورها وانزلها وبساعدك بقى في التصوير والمونتاج والحاجات دي حلوة ايه اه اه بساعدني في الحاجات دي حلوة جدا هيا دي لو ما تمتبقى اسرة كده يعني بيساعدوا بعض في كل حاجة بتفرق جدا هنقلب بقى الفراخ وامتى بقى بتحبي الجماعي العيلة يعني عندكو اكيد في نظام هو اكيد في رمضان طبعا في رمضان اكثر وفي الايام العادية بقى يعني بيبقى في الويك اند مثلا كده يعني بس طبعا كل فاطرة اكيد بنتك في معاد كل جمعة مثلا مجيلك يعني احيانا عندي احيانا عند حمادها طبعا ايه اكتر اكلات اللي بيحبوها بقى منك اكتر حاجة بيحبوها المحاشي طبعا والشاوي الفراخ المشوية والكفتة الحاجات المشويات يعني انا بحب اشوي قوي يبقى عندك اكيد تكات خاصة فهم بيحبوا المشاوي بتاعتي الحقيقة طب بيحكي لما التكات الخاصة للتدبيلة بتاعتي يعني انا لما بتبلي الفراخ لازم بحط لها زبادي ولمون الزبادي واللمون طبعا بيخليها طرية مع العصير مية البصل بناخد مية البصل بنعصر البصل وناخد ميته وفلفل اسود والزعتر الزعتر ده حاجة مهمة جدا في شاوي الفراخ وفي حاجة كمان مهمة في شاوي الفراخ انا بعد ما بتبليها قبل ما بحطها الشوية ان انا بجيب شوية ملح صغيرين وببدأ الاجزاء اللي انا فتحتها في الفراخ احاول ادخل فيها الملح بس خفيف جدا طبعا عشو ما تحدقش الحكاية دي بتدي طعم حلو جدا للفراخ بس بتحطهاش في التدبيلة الاول دايما لما بس هتحطيه على الشوية اه 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 انا بكون هتحطه على الشوية ده بالنسبة للفراخ هنربس الفاصل ونرجع انا اعرف بقى تدبيلة اللحم ماشي اوكي ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بيكو معينا من الفاصل فقرة اكرات جدتي معينا مدام منال حبيبتي منوراني واه احنا كنا بنعمل الوقت الكشك الكشك العيلة الاصيل كده من ايام الاجداد بالزبط اه ممتاز حضيك اقول لي الشربة على النار وحطينا فيها الرز لغاية لما استقر وشوحنا الفراخ والبصل حمرنا دلوقتي هنبدأ ان احنا نحط اللبن هنحط عليه معلقتين دقيق وزي ما قولنا مدام منال جربت الوصفة بدقيق الشوفان وشالت كمان الرز منه فبقت وصفة صحية جدا ممتاز هنبدأ ان احنا نحط على ونقلب عشان ما يميلش تكتلات وطبعا فيك تكة حضرتك برضو قلتيها موضوع البصل اللي بتحطيه برضو شوية جوه لازم يتحط شوية في قلب الوصفة عشان خاطر يدي طعم والباقي بنحطه على وش الطبق بالزبط كده وفي تكة تانية برضو موضوع الفراخ اللي بتزوده في الطبق عشان يبقى غني ويبقى واجبة متكاملة يعني حمرته بحتة زبدة ومالح وفلفل بس وده هيتحط معاه بحيث يبقى واجبة متكاملة وحلوة انا مش هسيب حضرتك بقى حضرتك قلتي تدبيلة الفراخ شوية الفراخ دلوقتي بقى محتاجين تدبيلتين تنين تدبيلة اللحمة ولقيت ابنها دلوقتي بيقولي كمان تدبيلة الكفتة عشان الكفتة فضيعة فاحنا محتاجين نعرف الكفتة من حضرتك اللحمة بنتبّلها بمية بصل وبرضو عصير لمون وملح وفلفل والسبع بوهرات وكبيبة الصيني كمان بتدي طعم حلو قوي فيها بس كتانية ملح وفلفل والسبع بوهرات واللمون والمية البصل بس كده هم دولة بنتبّل فيهم اللحمة لان اللحمة طبعا بتبقى مش عايزة بصل عشان ما تتحرقش وتعمل أجزاء محروقة وبنتبليها قبلها بقى لازم من بالليل من بالليل والفراخ كزيلا والفراخ يعني أي حاجة بنعملها بنحاول ان احنا نحطها في التلاجة من بالليل لان تبقى طبعا أحلى كتير طبعا والفراخ قلتي زبادي ولمون ومية بصل وفلفل ومية بصل أو بصل الفراخ مفيش مشكلة فيها نحط بصل بس قليل يعني لكن اللحمة لازم يبقى مية بصل الكفتة بقى بنعمل بصل وناخد ميته وناخد التفل هو اللي بنحطه على الكفتة المية بنخليها في بولة لوحدها بعد كده بنصبع بيها الكفتة بناخد التفل البصل ونحط شوية ورق بقدونس قليلين جداً خاراتهم رفيع جداً وملح وفلفل وجسط طيب بتدي طعم حلو جداً وممكن بقى نحط معاها لقمة هش صغيرة بلدي أو فينو لقمة صغيرة بس عشان بتدي تماسك شوية في اللحمة خليها طريية ومتن كمش وطبعاً اللحمة لازم بنحط لها جزء لية أو جزء يبقى فيها نسبة دسم شوية اه لازم اه لازم اه لازم اه لازم اه لازم ان هي تبقى فيها يا اما لية يا اما دهن او دوش اي حاجة من الحاجات اللي هي بتعمل تماسك للكفتة تمام ولازم برضو تتبل من بالليل تحط فيها ما بتحطيش فيها سبع بوهرات ولا بوهرات من شكتينة ولا قرفة ولا حلو لا خالص هي الجسط الطيب والفلفل الاسود والمش بس الرشة بتبقى بسيطة او طبعاً اه بس كده لا تستطيع ذلك مع البقدونس طبعاً كفتة دائماً مع البقدونس طبعاً بنطلحها على البقدونس فالتبقى طبعاً حلوة جداً يا طعم اكيد رميب كده ممكن نعلي شوية عشان يبدأ اه اه وطبعاً الوصفات دي حضرتك عاملها على اليوتيوب صح؟ اه اه يعني اللي عايز يشوفها مثلاً يخش على اليوتيوب اه حاجات على اليوتيوب كتير من المشاوي اه حاجة منزيلة كم وصفة على اليوتيوب انا منزيلة لا كتير بس مش كله مشاوي طبعاً في حاجات اه اه الحقيقة مش عارفة لغاية دلوقتي كم تلاتين في حدود تلاتين وصفة على اليوتيوب اه حاجة كده يعني تقريباً اه هو كده هيبدأ صحتك في مطبخك مع منال الصادق صحتك في مطبخك عجبني الاسم صحتك في مطبخك حلو قوي فعلاً والله ما هو فعلاً احنا صحتنا في مطبخنا يعني نطبخ صحه هنعمل الأكل صحه وهنستخدم كل حاجة صحة يعني عندنا صحة كويسة دي حقيقة فعلاً يعني ما شاء الله على عدرتك بجرد مصير ربنا خليك باللقاء الجميل ده والوصفة وفكرة استبدال الحاجة بحاجة صحية اه اه يعني بيبقى حلو جداً بالشفال بيبقى حلو قوي لان فيه امهات ممكن او جدات ما تبقاش متقبلة لا تبقى خلاص تعودت على وصفتها كده ما تحبش تغير بالعكس لا بيبقى حلو حقيق بيبقى حلو بالشوفان وبرضو عيش في الشوفان انا بقيت بعمله طبعاً زيك وبسكوتي الشوفان يعني انا بعمل حاجات كتير بالشوفان انا صرف جداً والله بسي والله بجد احنا تعلمنا منك حاجات كتير الحقيقة طيب وحضرتك يعني حسيتي بفرق في صحتك كتير فرق جيد حقيقي والله يعني الشوفان من ساعة ما بدأت استخدمه لا حسي بفرق جامد طيب الحمد والوزن كمان بيقل يعني نزلت وزناً اه الوزن بيقل يعني انا نزلت تقريباً تقريباً خمسة كيلو ماشاء الله بالشوفان والعيش بتاع الشوفان بدون ما تعمير جيب انا بك والعيشي شوفان الصبح مع الفطار حلو قوي ولما بجوع بين الوجبات ممكن اخذ بسكوتة بتاع الشوفان اه كده بدأ الكشكي يتمسك عندنا بقى هنبدأ نحط الفراخ تمام شوف التكت دي برضو ايه بتفرق معين ها الفراخ بتديله طعم حلو جداً لما بتتشوح مع الزبدة كده بتدي طعم حلو قوي او او وطبعاً هنحط له شوية بصل بس طبعاً يكون متقطع أصغر شوية اوه مفروض يبقى متقطع أصغر بس يعني اوه الشي في التحذير يتوصل في المقاس شوية النهاردة فيعني هو بس عشان يديله طعم حلو لان بينزل البصل بينزل حلوته في الكشك فبيبقى طعمه طبعاً حلو جداً دي حقيقة ده اساسي برضو انا بعمله كده بصراحة بتفرق قوي قوي لأ تسلم ايديك يا رب يجنن طبعاً بعد كده بنغرفه هنبدأ اوه نحنا نغرفه بقى لان هو خلاص كده اوه والشكل النهائي بقى زي مانت رأيها حضرية جايباً معيها من البيت يا جماعة بصوا على الشكل النهائي اوه تعبنكي معنا بجرس لا والله ايه ابداً عشان يمسك يبقى متمسك من فوق تعرف تحط البصل فكان لازم ايه يبقى جاهز ايه لازم يبقى جاهز اه عشان يبقى تسلم ايديك بجد نورتين نهاردة ربنا يخليكي اي حاجة نفسك تقوليها لجمهورك اللي بيحبك والله انا سعيدة جداً بوجودي معاكي ويعني مش عارفة اقوليك ايه يعني انت يعلمتنا حاجات كتير والله ايه ربنا يكرمك وحضرتك بقى اللي هتعلمي برضو اجيال تانية لقناة بتاعتك الجديدة ان شاء الله ربنا يوفيك يا رب ان شاء الله شكراً شكراً يا رب الفقرة الحلوة قوي دي تكون عجبتكو شكراً شكراً